السلام عليكم بحبابي الشونكو بشي أخباركم إن شاء الله يكونوا بخير اليوم بديتكم فيديو جديد راح نصور حياة الشارع منيش تكون حياة الشارع؟ حياة الشارع الناس مارين لازم تقتل تقتلهم صورة بس بحيث هم ممين تكون عليك في هذه الحالة راح نحتاج عدسة العدسة راح نستخدم 55 إلى 250 مليم ليش استخدمت هذه العدسة بالذات؟ استخدمت هذه العدسة اللي بيها نظام الستابيلايزر اللي هو مانع الاهتزاز ليش ما استخدمت 75-300؟ ليش؟ العدسة 75-300 ما بيها مانع احتزاز بينما عدسة 55-250 مليم بيها مانع احتزاز وهي اهم نقطة نحتاجها في تصوير الشارع ما اقدر اجيب عدسة 18-55 مليم حتى اصور بيها تصوير الشارع او تصوير حياة الشارع ليش؟ لازم اروح للشخص بنفسه بينما مع هاي العدسة راح نقدر نصور الشخص بدون ما يعرف ملاحظة مهمة في حال اذا الشخص لقفك انه على تصوره احسن طريقة انه تهدئ الوضع تبتسم الشخص تسامع حلوة وخلاص تمر الامور على خير ماشي؟ وحسن نحاول ان نتقط لكم بعض الصور ونشوف النتيجة تصوير حياة الشارع ما هي الاعدادات المهمة في تصوير حياة الشارع؟ راح نمتي بالنقطة الاولى اللي هي الايزو بالنسبة الايزو راح تستخدم حسب الجو يعنياني حاليا على وشك غروب فالايزو اقدر اخلي اوتو اقدر اخلي ما بين اربعمية الى ثمانمية من راح يعني عندي الايزو في هاي الحالة راح اصير بيها تقدر نقول النمش اللي هو مصطلح نطلق عليه بالنويز دائما ننسى صراحة حاليا انا نخلي الوضعيات اوتو فتحة حدثة 5.6 شوتر سبيد من الواحد الى مئة شوتر سبيد حاول شوتر سبيد قوي لان كل ما شوتر سبيد يعلى كل ما راح سي عندك صورة واضحة وصورة ثابتة بنفس الوقت زيان فحناخذ صورة ثانية وشوف الاعدادات كما راح تشوفون حاليا هاره الصورة اللي اخذتها الايزو ومتسوي اوتو هالصح كلمة تخله على الاوتو لان اذا راح تخلي حاليا مثلا ايزو اربعمية او راح تخلي ايزو مثل اثمانمية راح تشوف الصورة غامقة او تشوفها فاتحة سوي اوتو لان اوتو راح تشوف لك اه الامكانية ما الضوء النهار او الضوء اللي حواليه وهو راح يعالج دوماتيكي راح نسرع الشتر راح اسوي 200 وراح احاول امتغ الصورة ثانية قصر المستقبل حاليا سراعت الشتر ومستقبل الصورة عندي حلوة راح احاول السرعة خلفشي حالو انه شوفون الشخص انه ما يباوه عليكم وبعدها يطقوا لصورة عاين لانه يباوه عليكم وانتا قطقوا لصورة مباشا حالياً هاي الصورة اللي راح تشوفوها ماخذها في سرعة الشتر 320 سرعة عالية راح ناخذ صورة ثانية مثل ما راح تشوفون هاي أيضاً صورة ثانية بسرعة الشتر 320 ثانية بسرعة كليش عالية وراح نحاول انزيد السرعة ليش راح نحاول انزيد السرعة لان الجو عيسى عدنا حالياً راح اسويها اربعمية صورة كلش حلوة وطلع عدنا أيضاً عزب الصورة صورة كلش حلوة راح شوفوها حالياً اخذتها بسرعة شتر 400 بهاي الحالة راح تشوفوها ان الصورة كلش دقيقة ما بها حركة بمسلوكة العدسة هي اللي عتساعدنا العدسة 55250 ميليم بها نظام مانع الاهتزاز كيف؟ تعالوا ايا انا راح نروح المكان الثاني نلتقط بعض الصور بالصراحة اليوم الجو كلش ساعدنا ليش؟ لان موجود غيم وموجود شمس هو العاملين المؤثرين بالصورة بنفس الوقت عتشوفوها اكو شمس بس الجو كلش بارد تقريباً حالياً درس الحوارة هي اثنين بس الواقعي سالب اثنين عتشوفونا لابسين وتخنين هاي حالياً ايضاً صور بشتر 400 شتر عالي ما راح ازايده بعد لان مرح ازايد الشتر عندي راح الصورة يصير بيها راح اصير غامطة وراح اشوفكم بعض النمالج مثل ما راح اشوفونا حالياً هذه الصورة سويناها بشتر شتر سبيد عالي وايضاً فتحة العدسة سويناها 16 بهاي الحال راح اشوفونا انه الصورة بيها عتمة يعني قدر نقول او بيها تكون غامقة فبهاي الحالة لازم نوازن ما بين فتحة العدسة ونوازن ما بين الشتر سبيد حتى تطلع عندنا الصورة باعدادات مضبوطة بوضوح عالي ما بيها نويز اهم نقطة ونشوف باقي الصور ما تشوفون حالياً المصور مع الناقيل وجمدة لان الجو كله بارد فحالياً تتم عملية تدفئة اليد راح نحاول نصور النورس نشوف اذا راح تلبطوا عندنا او لا كما تشوفون هذا كان فيديو مننا اليوم عن تصوير او حياة الشرق الحمد لله وشكر ما واجهتنا مشاكل ما احد ما شافنا ما احد ما لقفنا ما اصوره اكو واحد ثاني غادي راح اصوره قبل ما عنهي راح تشوفون حالياً هاي الصورة صورة حلوة نوع عمر وقول ما اشي حالها مثل ما شفوا الحبابي هذا كان نهاية الفيديو ومالتنا حالياً تصوير حياة الشارع شرحت بيه عن الاي زوم والشتر سبيت وفتحة العدسة الاعدادات اللازمة في تصوير حياة الشارع اشتركوا بفيديو القادم لا تسitoوا ان نصووني سبسكرايب ولأن اشتركوا بمساعدتكم هو اللي ي nombreux نسعطل وهي شي تحتاجوا كتبونا بالتعليقات شين هي الفيديووات اللذي spent doing making it شين هي المواضيع شين هي الاعدادات اللي انتو محتاجيها بالتصوير شين هي العدسات اللي انتو raadyn pertainingو اصورون بيها شين هي العدسات اللي تهمكم واللي يعني نقدر نقول ما نحتاجوها جدا بالتصوير بالتصوير التحياتي مبعد brilliant لكم. احبكم واموت عليكم. في امان الله.